طيب انا بصراحة عايزة اتأذنك في حاجة حاجة الحلقة اللي فاتت قلتلنا احنا عاوزين نوطل كلمة تفتيح ونستخدم نضارة احسن حاجة قلتها من النهاردة كل مرة على فكرة بتقول لي كده لا والله كل مرة احسن حاجة دلوقتي يعني في خلال الخمس ده اللي فات اهيه ماتحك اهيه الخلال الخمس بس هي زكاء رهيب منك يعني هي بلاش كلمة تفتيح نقولها يعني ما حادش يزعج من الكلمة بلدي شوات حتى في الطب يعني ايه النضارة هي الصح انا مش عايزة فتح الجلد اه لا لا واحد يفهم كده يعني انتي درجة ثلاثة اربعة زي ما قلنا درجات اللون انا عايزة تفضل اربعة بس تاخد نضارة هو زي ما كانش سؤادي بقى معلش مالزي ما بوز الدنيا مش مش كده بقى انا كنت عاوز اقولك ان انا اعتقد يا دكتور في حتة اماكن معانا في الجسم زي التنايات زي القبط زي الاماكن المعاما وهي فعلا محتاجة تفتيح وفي اماكن زي البشرة تحت الوش محتاجة نضارة انا بقولك مركزة لا مركزة زي تعالي زي فقصدها ان الثناية الثناية هتدخلها تحت البي اي 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 اللي هي كان فيه التهاب الثناية والتهاب الثناية قلب لتغمي الغمقان ده هنقوم حطن لها الدي بي واي ده مرة واثنين وثلاثة واربعة هتلاقي الثناية تروح مقعدة قبل الفرح دي عندهم تتلخص في حاجة واحدة بدون احراج بدون احراج ان كل الثناية عندهم فيها غمقان فاحنا لو ابتدينا ان احنا نبتدي علجنا بالالتهابات اوعى بقى حد يحاول يفتح وفيه التهاب هعيدها تاني دي اوعى حد يحاول يفتح وفيه التهاب لان لو فيه التهاب دي حيزيد اكتر تقلب للعكس هتقلب للعكس هو اكتول المدة مش للأسف محدش يوقف فيها خاط لكن لو فيه بقلزة ضروري تنزل لو البقلزة ضروري تنزل عشان البقلزة فيها احتكاك اه احتكاك هتلاقي فيه احتكاك غصب عن اي حاج فاحنا ضروري يحصل تباعد لما حنزل البقلزة دي وحنزل الالتهاب اسمنا او نلبس ملابس قطنية يا دكتور اصلاها احلى كلبة بقلزة معرفش لي هم بقلزة تقول لهم بقلزة يضحكوا واخد على العز يا دكتور انت واخد على العز يعني اه يعني فيه بقلزة فيه كلبزة المهم تنزل للاول وبعدين نبتدي نتعامل ولو فيه التهاب لازم للتهاب يروح الاول وبعدين نبتدي نحط الدي بي ويت دي بي ويت ده بقى كتفتيح هل عاوز معي سانسكريل ولا هو نفسه سانسكريل يعني المراحل بتاعته ايه ده انا عاجز على الشكر ده خلاص كده انتو الاوائل هو الدي بي ويت في منه بلاس ففتي فهو يفتح وفي نفس الوقت يكمل على كده في نفس الوقت يكمل على كده نحنقول تاني الدي بي ويت ده في منه بلاس ففتي يتحط الصبح وبالليل دي بي ويت بس مية المية بروجرام لا يمكن يخيب لا يمكن يخيب ناقص حاجة ودي تكمله هتتكمل في الحلقة يعني في الفقرة اللي بعدية على طول ساعات فيه ناس تقعد تاكل في جلدها يعني ايه الشباب والمراقب تكي 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 او حبوب تقشرها تقشرها تقشر جده تقشر كده هتزود الغمقان حالة نفسية حالة نفسية فعشان كده بقولوكو ان شاء الله حيبتدي كنت لسه بتكلم معاه برا فهو ديت حيبتدي يقول ازاي نمنحهم من دي دي والبقى بنيديهم ايه حاجة سهلة قوي انا قلتها لكم مرة اكياس اسمها اسيتايل سيستايل ستمية تلات مرات حيريلاكس وحامش حيبطلو يهرش دول دول اللي هم ساعات ينتشوا شعره اشتركوا في القناة